بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقتي مع حضراتكم ملحق مهارات الترم التاني بتاع كتاب المعاصر هنحل تمارين مهارات السي في على الوحدة التامنة طبعا الدرس ده كان مشروحي أبطال في الترم الأول في الوحدة الخامسة وان شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده هسيب لحضرتك لينك فيديو شرح السي في بتاع الترم الأول وكمان هسيب لحضرتك ورق مهارات الترم الأول كاملا تذاكر منه السي في زي ما حضرتك عايز ولو فيتك حاجة من مهارات الترم الأول بالمرة تلحقها بيقول لحضرتك في الجملة رقم واحد في أعلى السي في بتاعك بتكتب ايه بخط كبير ومعمول بخط عريض اللقب الوظيفي العنوان الاسم الهدف أول حاجة بتكتبها في السي في بتاعتك هي الاسم والعنوان هنا أهم حاجة لازم تتكتب الأول قبل العنوان هي مين هي الاسم وبخط بولد وكبير رقم اثنين انت في الطبيعي انكلود ريفرانسز ان يور سي في طبعا الرفرانسز دي لما شرحناها قلنا المرجعيات يعني المرجعيات يا صاحب الشغل اللي أنا بقدم لك السي في بتاعتي ممكن تتصل بفلان وفلان اللي كانوا مشغليني قبل كده تسألهم عني وهم هيدو لك فيدبات جميل جدا في العادة بحط اتنين اتنين واحد منهم هو اخر واحد كان مشغلني واحد تاني قبل كده يبقى الاجابة ايه ثلاثة نقط شود نيفر بي انكلودد اون اا سي في اوعى ابدا تحط دوت في السي في بتاعك هوبز الهوايات انتريسس اهتمامات فيليارز الفشل اتشيف منتس الانجازات طبعا اوعى تقول لنا فشلت في ايه يا حان انت راجل عايز تشتغل هتقول لنا بايز في كذا ما ينفعش اربعا ا او ان از اولويز اتشد اون اه تو ا سي في ايه اللي بيرفق مع السي في بيرسونال استيتمنت كلمة اه شخصية ولا وارك اكسبيرينس خبرة العمل دي بتبقى في السي في نفسها كونتاك ديتيل تفاصيل التواصل وعنوانك ورقم تليفونك برضو بتبقى في السي في لكن ممكن ارفق معه كافر لتر كافر لتر دوت الخطاب التعريفي يبقى السي في حاجة والخطاب التعريفي دوت بيدبس كده ايه قبل السي في او مع السي في بقى السي في حاجة والكافر لتر دا بيبقى مرفق معه رقم خمسة في صفحة اربعة عشر هل ينبغي على الابليكنت او المتقدم للوظيفة انه هو يدرج او يحط الهويات بتاعته في السي في والله قال لك الشغل ملوش دعوة بهوياتك جميل طب افرض اصلا سوري يعني انا رايح اشتغل مدرس تربية رياضية او مدرب في نادي ما قولوش هوايات ايه فيما يخص مجال الشغل بتاعي يبقى ناس قالوا لك يس اتس اي ولا لازم تحط هوايتك والناس تانية قالت نو نيفر لأ ابدا ما تحطش بعد ان امرت سي جابت لك خيار جميل قالت لك الموضوع اختياري ولكن احيانا ضرورية لبعض الوظاق كده تمام كده كلام معقول وكلام جميل ما قدرش اقول حاجة عنه طب رقم دي ياس اف ات هاز ناتنج تو دو اذا جوب ابلايد فور ايوة حطها حتى لو ملهاش علاقة بالوظيفة اللي انت متقدم لها يبقى كده لجابة سي هي الانسب ستة قسم التعليم بتحط فيه الاماكن اللي درست فيها ونقط اللي ليها علاقة اللي انت بتملكها حضرتك انت في قسم التعليم بتحط الاماكن اللي انت درست فيها والمؤهلات اللي حصلت عليها مؤهدات تعليم ولا جوبس الوظائف ولا بوزيشنز برضو الوظائف او المكانة المجتمعية رقم ساعة ايوة حلوة اوي دي طبقا لأيا مما يأتي يجب ان انت تحط الوظائف بتاعتك بالترتيب انت ممكن تكون اشتغلت قبل قبل ما تروح للشركة دي خمسمائة شغلانة قبل كده ارتب الخمسمائة شغلانة دول ازاي هقول احدث حاجة الاول هقول ايه اخر حاجة انا كنت انا قبل ما جلقوا يا جدعان او انا لسه شغل في الحتة الفلانية دي اخر حاجة انا شغل فيها ابدأ بيها وبعد كده ما قبل وما قبل وما قبل اتحط في الاخر تحت يبقى الاجابة مردية الاحدث الى الاقدم يعني تقريبا عدد صفحات حضرتك هتحط صفحة او اتنين ما تكترش الا اذا كنت بقى متقدم لوظيفة بقى انت راجل كبير ما شاء الله عندك تلاتين سنة خبرة ولا حاجة ولا خمسة عشرين سنة خبرة وعشت حياتك شغل رايح جاي ومتقدم دلوقتي لوظيفة رئيس مجلس ادارة مثلا ولا حاجة والسي في بتاعك غصب عنك لازم يبقى طويل ماشي لكن المعتاد ان السي في بيبقى من صفحة لصفحتين تسعة الاختصار سي في دي اختصار كلمة ايه اختصار نمرة سي كاريكولم في طاي كاريكولم في طاي يعني السيرة الذاتية مأخوذة من اللغة اللاتينية زي ما هي وطبعا بالنسبة للامريكان انجلش ممكن يبقى اسمها ريزومي ريزومي يعني سيرة ذاتية طيب تعال على رقم عشرة وخلي بالك ان رقم عشرة دي هنعوزها في رقم تسعة توشر كمانا رقم عشرة هنعوزها في رقم كام تسعتاشر وخلي بالك منها بيقولك في خبرة العمل في قسم خبرة العمل في السي في بتدرج كل الوظائف بتاعتك وذيور نقطة جوب لاست اخر وحدة تتحط هي مين فيهم هي اول وظيفة مش احنا لسه ايلين في رقم سابعة ان انا بلتبهم الاحدث الى الاقدم طيب اخر وظيفة تبقى مين تبقى اول وظيفة انا اشتغلتها اللي هي اقدم واحدة وسبتها يبقى اجابة نمرت ايه وخلي بالك عشان في رقم تسعتاشر هيبقى جايبها العكس بدل ذا جوب لاست هيحط حاجة تانية هنا غير لاست فحتبقى الايجابة خلي بالك يبقى انت وانت بترتب الوظيفة حضرتك بتحط اول واحدة هي اخر شغلنا انت شغلها دلوقتي وبعد كده الاقدم فالاقدم فبتبقى اخر واحدة مين بتبقى اخر واحدة هي اول وظيفة انا اشتغلتها اول ما اتخرجت على طول طيب حضاشر النقط انجليش في انهي انجليزي كلمة هي الشائعة اكتر من قلنا الكلام ده في الامريكان انجليش يبقى لاجابة نمرت دي بيستخدموا ريزومي اكتر من الاتنين مفهومين عند دا وده بس الامريكان يحب يقولوا ريزومي والبريتش يحبوا يقولوا سي في زي ما الابريتش بيقولوا على الاسنسير او المصعد بيقولوا عليه وفي امريكا بيقولوا عليه وهكذا مفهوم عند الاتنين بس الامريكان تبقى عارفه بيقول ايه والبريتش بيبقى بيقول ايه بيقول لك في خبرة العمل سيكشن في قسم الخبارات العمل ينبغي انك تحط ايه او تضيف ايه فيه اسم الشركة اللي كنت شغال فيها ومكانها والوصف بتاعها يرجوب تايتل كنت شغال عندهم ايه بالزبط من تاريخ التوظيف طب ما كل دا ينفع يبقى الاجابة انا بريد دي وانت بتحط في قسم التوظيف او قسم الخبرة تحط الكلام دا كله تلات عشر تفاصيل التواصل الشخصي عنوانك يعني ورقم تليفونك لازم تحطه على الشمال في الاول طيب هنا ما جابش على الشمال يبقى فوق ادى طب في اول السي في لان بعد شواء هيسألك هيتحط الكلام دا فين هتحطه فوق على اليسار يبقى في اول السي في خالص تحط بتاعتك تفاصيل التواصل معاك لانها تعتبر اهم حاجة علشان لو وفقوا عليك يتصلوا بيك وإلا مش هيلاقوا بيانات اتصال فهتروح في الرجلين مع السلام طيب صفحة خمستاشر الجملة رقم اربعتاشر بالاضافة الى تفاصيلك الشخصية وتعليمك مفروض ان السي في بتاعتك مست انكلود لازم يكون فيها قصة حياتك الانشطة اللي بتعملها وانت فاضي تاريخ العمل يعني اشتغلت فين قبل كده وكذا مرة فين وفين وفين ولا مرتال استيتاس الحالة الاجتماعية او الزواجة ولا مش متزوجة ما اللي جابني بيت بيه تاريخ العملي او الخبرة العملية خمستاشر بيقول لك السيرة الذاتية يعني صاحب الشغل اللي بيوظف الناس عنده ممكن يحصل على مرجعية بخصوص المتقدم للوظيفة لو انا عايز انت دلوقتي جاي انا جاي اشتغل عند حضرتك وانت عايز تسأل علي تسأل علي مين اللي كان مش اشغلك قبل مني ولا ولا ان شاء الله اللي هيشغلك في المستقبل طبعا هيسأل اللي كان مش اشغلك قبل كده بالاجابة ايه ستاشر بيقول لك الهدف الرئيسي للسي في الجيد هو ان انت ايه هو السي في انا عمله ليه السي في انا عمله علشان خاطر يجب لي مقابلة وظيفة وانا بقى في المقابلة اثبت ان انا كفاءة واتوظف يبقى السي في ده شغلته في الحياة او الهدف من الهدف الرئيسي من السي في الدنيا انه يجب لي job interview مقابلة وظيفة سبعتاشر ده personal details التفاصيل الشخصية section قسم التفاصيل الشخصية include details تفاصيل such as مثلا التفاصيل الشخصية القسم بتاع التفاصيل الشخصية اللي هو البيانات بتاعتك هيبقى متضمن ايه حضرتك name and interests الاسم والهوايات name and address الاسم والعنوان social status الحالة الاجتماعية refreeze المراجع ايجابة نمرت بي name and address الاسم والعنوان الثمانتاشر يقولك which of these is covered on resume covered يعني يجب تغطيته او لازم يتغطى ايه اللي يعني يتغطى هو بردان يتغطى يعني لازم تقوله او لازم تذكره في الفي بي بتاعتك languages اللغات online chatting ده الدرداشة عن net criminal record السجل الاجرامي او الفيش والتشبيه يعني او السوابع بتاعتك childhood friends اصدقاء الطفولة طبعا لازم اقول اللغات اللي عندي كل الباقي دوت مش هيتحطى اصلا في السي بي 19 وانا قلت في رقم 10 خلي بالك من رقم 10 من رقم 10 علشان جاي زيها في 19 بس مغير هنقول بقى in the work experience في section بتاع خبرة العملية you list انت بتحط all your jobs كل الوظائف بتاعتك with your note job first first هنا في رقم 10 كان بيقول with your job last اول وظيفة بتحطها او بتحطها اخر حاجة هنا بقى هنا بيقول first ايه اللي بحطها الاول الوظيفة اللي انا اشغال فيها دلوقتي اللي هي احدث وظيفة يبالي جابة نمرد بي لاتست 20 which educational stage is not usually included in a cv مين في دول من المراحل التعليمية ما بجيبش سيرتها في cv university لا لازم اقول له انا متخرج من كلية ايه وشهادة الجامعة phd الدكتوراه لا لازم اقول له لو انا معا دكتوراه يا سلام دا انت تبقى برينس طيب primary الابتدائي انا هجيب له سيرة الابتدائي ليه لما انا اخريك جامعة ومعايا دكتوراه اجيب له سيرة الابتدائي هو انا كنت هخش جامعة من غير ما يبقى معايا ابتدائي واعدادي وسنوي اصلا يبقى الاجابة هنا ان انا ما بدرجش وما بجيبش سيرة المدرسة الابتدائي اللي انا تعلمت فيها 21 it's best to limit your resume من الافضل ان انت تحدد او تقلل السيرة الذاتية بتاعتك لكم صفحة unless you are applying for a very senior position الا اذا كنت بقى متقدم لمكانة بقى وظيفة عالية قوي بقى وظيفة كبيرة يبقى المفروض ان انت اخرك في السي في طالما الوظيفة مش كبيرة ايه ان انت تحطها في ورقة ورقتين وسلام عليك 22 too many people بالنسبة لناس كتير نقط is arguably يعني من ناحية الحجج او مرجح the most important section اهم قسم in a cv في السي في اهم قسم في السي في ايه قلنا قلنا ال contact information اللي هي معلومات التواصل لان بدون معلومات التواصل مش هيلاقوا حد يتصلوا بي فمش هيعرفوا يتصلوا بيك وطبعا بعد معلومات التواصل اهم حاجة ان انت انجازاتك ايه اللي عملتها في الخبرات قبل كده وده هتلاقيت بعد شوية في سؤال تاني يبقى اهم حاجة بالنسبة للسي في اول شيء مهم هو ايه ال contact information او معلومات التواصل معاك او معلومات الاتصال بيك صفحة 16 الجملة رقم 23 بيقول لك ايه in addition to work experience بالاضافة الى الخبرات العملية ايوه your note make your CV strong مين في دول اللي بيخلي السي في بتاعتك قوية بالاضافة ايه خلاص احنا عرفنا عنوانك ده اهم حاجة وعرفنا خبرتك العملية جميل اها اللي بيخلي السي في قوي ايه انك تقول له والله انا اشتغلت في المشروع الفلاني وانجزنا كذا والمشروع موجود في الحتة الفلانية او في الشركة الفلانية ان انت تقول له انجزاتك يبقى مش interests اهتماماتك ولا responsibilities مسئولياتك ولا duties واجباتك بالاضافة الى خبرة العمل اللي يخلي السي فيها قوي accomplishment الانجزات اللي انت اقتها في سنوات الخبرة اللي فاتت مش خبرة وبس ايه اللي انت عملته 24 new CV في السي في بتاعتك you need and include مش محتاج ان انت تدرج your secondary school education مع تعليمك السنوي وممكن ما تجيبش سيرة التعليم السنوي طالما ان انت اواخد ايه طالما ان انت اواخد شهادة جامعية برضو انا اواخد واخد درجة جامعية كنت هدخل الجامعة ازاي من غير سنوي فانا طالما معايا شهادة بتاعت الجامعة خلاص انا مش محتاجة اديب سيرة السنوي يبقى الاجابة ابنة b university degree طالما انت معاك درجة جامعية 25 نقط skills shouldn't be listed in your CV مهارات ايه اللي مش مفروض انها تدرج في السي في بتاعتك soft and hard دول احنا عرفنا دول انواع المهارات وانا هسيب لحضراتكم الرابط تحت في سندوق الوصف عرفنا ان soft and hard دي انواع المهارات ودول بيدرجوا اصلا مهارات شخصية زي ان انا مثلا ممكن اقول له ان انا اعرف اعمل تحت ضغط واعرف اعمل في فريق واعرف اتعامل مع الضغوط واعرف اتعامل مع الظروف السيئة والكلام دي كلها شخصية لكن ريدنج مهارات القراءة هقول له انا بعرف اقرأ هو انت هتتقدم الوظيفة من غير ما تبقى بتعرف تقرأ اساسا وريدنج القراءة ايه مهارة القراءة وعلاقتها بالشور يبقى الاجابة ايه هي اللي طبعا مش هتنحط اساسا ولا ينبغي ان توضع ستة وعشرين بعيدا عن او منفصلا عن بيانتك الشخصية واسمك ايه هو اللي بعد كده اهم قسم في السي في ايه هو اللي اهم قسم في السي في بعد اسمك وعنوانك ومعلومات الاتصال بك هي برضو زي رقم زي رقم تلاتة وعشرين ايجابتها اكومبلشمنتس انجازات اه دي بدل اكومبلشمنتس جايب لك ايه الانجازات اللي انت حققتها تعليمك عرفناه هتا كده كده هتقوله اهتمامتك وهوايتك ماشي عم الخبرة العملية طب كويس الخبرة العملية الخبرات جميلة الخبرات بس برضو اهم من الخبرات وكفاء علي انك خبرة ولا ايه اللي انت عملت وحققته الاجابة نملت بي ما حققته قبل ذلك في الخبرات اللي انت اشتغلتها ابل كده ايه الشيء اللي انت حققته سبعة وعشرين قسم المعلومات التواصل او الاتصال بيك بيتحط في انهركن في السي في قلنا فوق عالشمال يبقى الاجابة نمرت دي طب لفت اول حاجة في السي في عالشمال جنب الصورة كده الصورة على يمين وحضرتك على الشمال اسمك وعنوانك على طول يبقى الاجابة ايه بسبعة وعشرين هي الاجابة نمرت دي تمانية وعشرين ملخص عن الموارد تقدم للوظيفة في بداية السي في اكتس اس بنسميه بريفيس يعني لما تكتب عن نفسك كده خلاصة او نبزة في اول السي في بنسميها بريفيس يعني مقدمة بريفيس يعني مقدمة او واجهة السي في بتاعتك بريفيس طيب البقين كونكلوجين يعني خاتمة خطاب توصية يعني قائمة او ادراج لقائمة الاهداف او انت عامل السي في ليه تسعة وعشرين مش اجباري انك تذكر ايه اللي مش اجباري انك تذكر ايه تذكره في السي في معلومات التواصل دي اكيد لازم نيم اسمك ده اكيد لازم ونمرد دي ويرك اكسبيريانس خبراتك العملية لو عندك خبرات عملية ده اكيد لازم لكن اللي ممكن ما تذكرهش ناشوناليتي لان الراجل اللي انت متقده هو عارف انت جنسيتك ايه هو عارف انهي بلد بيجيب منها ناس او عارف انهي بلد هو جاي يعمل فيها مقابلات شخصية للناس يبقى ناشوناليتي مش ضروري انك تدرجها بالنسبة للبقين طبعا ضروري انها دية اللي مش مهم تلاتين ايوه قلنا السي في اللي هي السي في والكفر لتر اللي هو الخطاب التعريفي بيمثله ايه دول قلت لحضرتك من شوية انه هم دي مهمة ودي مهم يعني السي في الواحده من غير كفر لتر خطاب تعريفي خلاص تمام شغال لو عملت خطاب تعريفي خلاص يبقى شيء وامورك بتبقى تمام ان شاء الله وكده اكون خلصت كمان مهارات الوحدة التمنى وادعو بالتوفيق للجميع ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب ودعو حلو من قلبك يا رجل يا طيب وشوفك على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته